وصل حضور اللافت من الأممة ومحفظي القرآن الكريم بمراكز التحفيظ بودي عتبة وأولياء أمور الطلبة نظم مركز حمزة بن عبد المطلب بمنطقة تساوى ببلدية ودي عتبة حفلا بمناسبة تخريج دفعة جديدة من حملة كتاب الله تم تخريج دفعة من الطالبات والطلبة وألقيت العديد من الكلمات لبعض المشايخ ونحث الطلبة أولياء أمور على تشجيع أولادهم لدراسة القرآن الكريم والصبر في هذه الطريق لأنها طريق مشقة نسأل الله التوفيق والسداد للجميع الاحتفالية تضمنت عديد الكلمات التي تحث على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم وحث الشباب للانخراط بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وتأكيد أهمية المساجد والكتاتيب القرآنية ودورها في نشر القيم الإسلامية وبناء الأجيال والحفاظ على استمرار يد النشر الدين للإسلامي نقرأ في الفترة الصباحية والمسائية مرة صباح ومرة عاشية ونسعى أن ندخل امتحان الإجاز على القرآن الكريم الكامل تهدف هذه الاحتفالية إلى الاهتمام بالنشأ وغرس روح المحبة الإيمان والقرآن في قلوب طلاب العلم إضافة إلى تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة من خلال المسابقات المحلية والدولية